نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارب والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارب والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره قد صانه رب العباد بحفظه قد صانه رب العباد بحفظه جدًا عندما تعتقد في الطريق قد صادقات التي تتبع عن الشريع كما تتبع عنها كما تتبع عنها ومجرد أخل منها ومجرد أنها تتبع عنها شريعة حيث خالق من كل محيش وغير وكما يجب أن يكون لديك يحفظ جميع رائع مفتاح ويشفظة وكما يكون مهم جميلة لتجميع قصيد المجتمع من هذا القصة كما فيًا تجربة من هذا القرص عندما يجب أن تحذر السورة النور في الأول إيه يذكر أن يدخل إيه في 3 شيء whereas سورا ذكرت بنية فو سورا و كما تعرف اللعنى و تفرقى و تجعليه محكماً في أمرنا وتقيم و عاد الله أن يتحققى يا أمتي القرآن حبال نجاتنا فتمسكي بعراه كيلان نغوها المترجم للقناة 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 المترجم للقناة